أشرف مكتب أمن ولاية الجزائر اليوم بالحاجزة الأمني لحي الموز بالجزائر العاصمة على الحديث عن آخر تطورات بخصوص غلق الطريق السريع الشرقي المحاذي لجامع الجزائر ومنتزه الصبلات بالعاصمة وهذا في طريق تحذيرات الخاصة بالاحتفالات المخلدة لذكر اندلاع ثورة التحريرية المجهد ميكروفون سيدعلي كتاب بأن عملية غلق الطريق على المنافذ السالفة الذكر ستكون ابتداء من الساعة السفر ليوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الخامسة مساء وذلك حتى نضمن إن شاء الله احتفاليات في مستوى هذا الحدث بإذن الله وفي جملة من الإجراءات أيضا الأمنية الأخرى أو إن صح التعبير التنظيمية الأخرى على مستوى محطات نقل المسافرين سيحول مدخل ومخرج محطة البرية لنقل المسافرين من جيهة نهج جيش تحرير الوطني ابتداء من يوم الاثنين على الساعة الثانية على الساعة متصف الليل مع ضمن أدنى الخدمات وتغلق المحطة كليا ابتداء من تاريخ الأربعة إن شاء الله 30 أكتوبر على الساعة السفر إلى غاية يوم الجمعة أيضا على الساعة السفر